الحكومة العراقية الحالية التي يرأسها السيد الكاظمي هي نتاج لدماء طاهرة قدمها شعب مظلوم على مذبح الحرية وهو يفتش عن حياة حرة كريمة في وسط ركام متلاطم وقوى سياسية فاسدة عاثت بهذا الأرض فسادا وموجة من الدمار والقتل ونهب الأموال في صورة أو منظر لم يألفه أو لم تألفه البشرية في حياتها والحركات الاحتجاجية التي ظهرت في ساحات البطولة منذ عام 2010 حتى هذه اللحظة التي نتحدث عنها أو نتحدث فيها هي رسالة لرفض قاطع كامل لكل القوى السياسية الموجودة في السلطة لأن هذه القوى لم تكن تمتلك أجندة عراقية ولا انتماء وطنيا لهذا البلد ولذلك الجماهير المنتفضة والثورة التي قامت وما سبقها من احتجاجات وتظاهرات ودماء سالت هي بعد أن عجزت البرلمانات سابقة من مراقبة أداء الحكومة والفساد الذي عاثت وقامت به هذه الحكومات المتعاقبة ظهر الرأي العام والإرادة الشعبية ليكون رقيبا حقيقيا على هذه الحكومات وبالفعل نجح الشبان والشابات في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي وجاءت حكومة الكاظمي بالتعاهدات التي طرحتها في برنامجها الانتخابي واليوم السيد الكاظمي يفي بجزء من وعودة الانتخابات المبكرة قد تم تحديدها في السادس من حزيران الأمر الذي بدأت تتفاعل أو تتسارع الآراء هنا أو هناك عن موعد الانتخابات هذا الأمر الذي يقلق الجميع